اشتركوا في القناة بلاستيك انيميا حنعرف الباثوفيسيولوجي وحنعرف لاب دااجونوسيس وأكيد ما هو طيب الديفنيشل للميغالوبلاستيك انيميا هو كالآتي هي ماكروستيك انيميا وثاوت مبارد في الدي اني سينثيس يعني انه في ماكروستيك لكن عملية مافيش مشكلة في بناء الدي اني خالص ولذلك نجي نقول اسمها ماكروستيك طيب كيف الباثوفيسيولوجي حقاها سهل جدا البولمرو مافيش فيه اي مشكلة خالص شغال على في افضل ما يكون وبالتالي بيطلع ربيسيز نورمال تماما مافيها اي مشكلة المشكلة بتحدث في البريفرال بلد ايش اللي بيحدث في البريفرال بلد بيحصل الارجد في الاربيسيز وبالتالي هيصبح شكلها ماكروستيك طيب اكيد حينطلح سؤال ليش هيحصل الارجد في البريفرال بلد وبالتالي هيحصل ماكروستيك تعالوا نشوف اول نقطة لو البيشنز دا عنده كرونيك ليفر سيل فيلير انتوا عارفين لو ما تخرج الاربيسيز من الفون مرو الليفر بيروح بيعطيها عملية الفوسفول ليبد لير حتى بيعمل عملية كافرينج للاربيسيز بالفوسفول ليبد لير ففي دفكتنا الآن لان الشخص دا عنده كرونيك ليفر سيل فيلير فبالتالي في دفكت في قضية الفوسفول ليبد لير اللي بيخيط بالاربيسيز فبالتالي هنا الاربيسيز حتى البرميبلتي حقها حتكون عالية فلأن النument ال轉ئ sociedade النقطة الثانية ما معنى hypothyroidism إنه في decrease في T3 و T4 فإذا حصل decrease في T3 و T4 معناها إن ديه decrease في الميتابوليزم فبالتالي سيحدث تصبح دفكت في قضية Forseful Lipid Layer فبالتالي ربز حيكون هناك بأنها محاطة بقضي لفق البلز فبالتالي هذا حيزود هذا الب ig energy حق الاربسيز وبالتالي حتؤدي إلى أنها يحدث الماكرو سيفيز النقطة الثالثة الناس اللي هم الالكوهولزم الالكوهولزم حيحصل لبت ديستيربنز فلو ما يحصل لبت ديستيربنز حيحصل ديفيكت في الفوسفو الليبت لير اللي بتحيط بالاربسيز وبالتالي هذا حيزود البرميبيلتي حق الاربسيز وبالتالي حتصبح الخلايا ماكرو سيفيز النقطة الرابعة وهي technical error اعتقد نعتبره technical error إن فيه هيموليتيك أنيميا بالتأكيد هيموليتيك أنيميا ما معناها معناها إنه زادت الريتيكلوسايت ففيه ريتيكلوسايتوزيس فبالتالي إحنا في البريفرال الجهاز حيقرأ الريتيكلوسايت لأن حجمها كبير فحتظهر على أنها ماكروستيك وأيضاً اللي ما فيش خبرة في قراءة البلد فيلم حيشوف عملية القضية الخلايا الرهية الريتيكلوسايت حيشوف النوع على أساس إنها ربيسيز كبيرة ماكروستيك فهي بنقول عليها تيكنيكال إيرور مراتجة عن هيموليتيك أنيميا طيب كيف نعمل دياغانوسيس للنن ميغالوبلاستيك أنيميا سهل جداً هذا طبعاً السكيم اللي تكلمنا عليه واللي شرحناه الآن إحنا فقط في إنكريز في الامسي بي ومعنا عملية نن ميغالوبلاستيك أنيميا قلنا ليفر فيلير اور هايبوثيروديزم اور الكوهوليزم تفقنا نظامنا ثلاثة ثلاثة واحد 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 الثلاثة الأولى هيموغلوبين ربيسيز كاونت والهيماتوكريز دول أكيد كلهم حيحصل لهم ديكريز إذن أنيميا مدام أنيميا حنروح نقرأ الثلاثة الماركر الثانين MCV, MCH, MCHC شايفين المCV حيكون انكريز والمCH كمان إلى حد ما سلايتلي والمCHC ده طبعاً حيكون نورمال فنقول حصل عملية هنا في ماكروستيك الاردي دابليو ممكن تكون سلايتلي انكريز اور نورمال البلود فيلم حيكون عملية واضحة فيه عملية معانا ماكروستيك أكيد وبالإضافة إلى أنه في حاجة كاركترستيك جداً أنه ما في هيبر سيجمنتد نتروفيل وذي بتإندكيتد أن هذه النان ميغالوبلاستيك بالإضافة إلى أنه ما فيش بانسايتوبينيا الارتكلوسايت حتكون عملية نورمال أو سلايتلي ديكريز في الهيموغلوبين يعني الهيموغلوبين أكيد حتكون ديكريز لكن في الوضع الطبيعي حتكون نورمال لكن لو كان عملية ناتج عن قضية الماكروستيك ناتجة عن قضية هيموليتك أريميا بالتأكيد الارتكلوسايت حتكون انكريز WBC والبليتليتس حيكونوا نورمال الفيتامين بيتولف والفولك أسيد أكيد نورمال وهذا كله بيبعدها أنها ما هيش ميغالوبلاستيك كيف نعمل تريتمنت؟ سهل جداً هي حال جولكوز عيش المسبب لقضية حدوث الماكروستيك وبالتالي حتنتهي هذه المشكلة كنت معكم في موضوع سهل جداً اللي هو نورمي شكراً جزيلاً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته